وحول مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المراكز الرقمية التي تم إنشاؤها محصنة ولا يمكن اختراقها وقال الرئيس السيسي أن تكلفة إنشاء المراكز الرقمية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية تخطط المئة ملياريونيها أنا لا أبالغ، أنا لا أبالغ، لو قلت لكم نحن عشان نخلي الحي الحكومي، مش كده دكتور مصطفى؟ الحي الحكومي، حي مميكن بشكل يوفر عمل متقدم جدا للدولة المصرية سواء بأن احنا عملنا مراكز البيانات أو الجزء اللي اتعمل للخمسين ألف موظف على الأقل اللي احنا كلمنا عليهم ثم الشبكة بتاعتهم المؤمنة أنا مش هكون مبالغ لو قلت إن الرقم وطبعا المراكز الأخرى اللي مش كده أنتوا بتكلموا في مئة مليار جنيه أنا لا أبالغ، بس أنا عارف الرقم ده جنب الرقم ده جنب الرقم ده عشان كده قلت لك الرقم كام ليه بقول كده عشان نقول إن الدولة المصرية لما تيجي تعمل موضوع زي ده عشان تحول الدولة وأداءها من دولة كانت بتشتغل ورقي إلى إن هي تتكلم رقمي ثم بنتكلم على إن إحنا دي وإحنا شغالين دلوقتي بنعمل زكاء إصطناعي حتى يتم إن يبقى فيه جزء من العمل اللي بيتم بالزكاء الإصطناعي صح كده؟ صح كام كام مكلفنا كام اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة